في الدرس ده حنتعلم استخدام دوال Excel أو Excel Functions وبصفة عامة الدلة عبارة عن أمر بيكتب داخل إحدى خلايا ورقة العمل عشان يؤدي مهمة معينة احنا أخذنا مثال قبل كده زي الدلة sum اللي عملتلي summation أو جمعتلي مجموعة من الخلايا ودتني total بتاعهم هنشوف دلوقتي قبل طبعا من استخدم الدوال عمليا هنشوف القواعد العامة لكتابة أي دلة طبعا هم دوال كتير جدا مئات الدوال موجودين داخل البرنامج بيقدوا وظائف عديدة ولكن بصفة عامة كقعدة الدلة بتكتب زي المعادلة يعني أي دلة بتبدأ أولا بعلامة يساوي زيها زي أي معادلة بعد اليساوي بكتب اسم الدلة أيا كان بقى اسم الدلة دي طبعا أسماء هنعرفها لما ندخل داخل الإكسيل ونشتغل بس بعد اليساوي على طول بكتب اسم الدلة ثم ببدأ أفتح قوس بعد اسم الدلة عشان داخل الأقواز دي هكتب بقى معاملات الدلة المعاملات أو الأرجومنس بتاعة الدلة دي عبارة عن المتطلبات اللي الدلة طلبها عشان تنفذ مهمة معينة ممكن المعامل دا يبقى اسم خلية يبقى شرط معين يبقى أيا كان يعني المهمة كل دلة بيبقى لها معاملات فبعد ما أفتح القوس حبدأ أكتب المعامل الأول أيا كان المعامل زي ما قلتلك ممكن يكون اسم خلية يكون رينج من الخلايا يكون شرط معين بس أيا كان حسب الدلة طبعا بكتب المعامل ثم لو الدلة دي لها أكتر من معامل بعد المعامل الأول بحط سامي كولون أو فصلة منقوطة كده وهبدأ أكتب المعامل الثاني لو الدلة دي بتتطلب معامل آخر ثم كمان أعمل سامي كولون لو الدلة دي محتاجة معامل ثالث وابدأ أكتب المعامل وهكذا ممكن أفصل المعاملات الخاصة بالدلة عن طريق الفصلة المنقوطة وطبعا بعد ما انتهي من كتابة جميع المعاملات الخاصة بالدلة حقفل بقى القوس الخاص بالدلة يبقى دي الصيغة العامة بتاعت كتابة أي دلة أيا كانت طيب كمثال الدلة اللي اسمها سام نشوف بقى بتكتب إزاي كده طبعا بكتب يساوي الأول ثم بكتب اسم الدلة دي السام دي اللي احنا عملناها قبل كده كابتجمع لمجموعة من الخلايا وبعدين بفتح قوس وهبدأ اكتب المعاملات بتاعت الدلة بس هي معامل واحد الدلة دي محتاجة مني رنج من الخلايا فالمفروض ان انا بكتبه أيا كان هنا كان معناها جمع لي الخلايا من بي واحد لبي عشرة وبعدين بقفل القوس الخاص بالدلة ده مثال على إحدى الدوال يبقى يساوي اسم الدلة وبين قوسين اتكتب معامل واحد بس لأن الدلة لا تتطلب إلا المعامل ده بالعكس كمان ده في دوال ما بتحتاجش أصلا معاملات زي الدلة اللي اسمها توداي اللي بتجيب لي تاريخ اليوم لو انا حبيت اكتب تاريخ اليوم في أي خلايا داخل ورقة العمل هبدأ اكتب الدلة دي يساوي وبعدين اسم الدلة توداي ورغم انها مش محتاجة معاملات لأن هي توداي هجيب لي اسم اليوم وخلاص مش محتاجة بقى رنج ولا خلية ولا أي حاجة بس لابد اني افتح قوس واقفله مرة تانية بدون مكتب أي معاملات رغم انها مش محتاجة معاملات انما عشان الصيغة العامة بتاعت الدلة كده فبقى افتح قوس وقفله بدون مكتب أي حاجة يبقى ده بصفة عامة القواعد العامة بتاعت استخدام الدوال تعال بقى في برنامج Excel هلنشوف ازاي نستخدم الكلام ده عمليا وداخل Excel ممكن تنفذ الدوال بأكتر من طريقة طرق كتير جدا ممكن تنفذ بيها الدوال داخل البرنامج عن طريق أوامر وتبويبات كتير موجودة ولكن هتبقى الطريقة الأساسية والأولية لكتابة المعادلات يعني زمان في الإصدارات القديمة خالص ما كانش فيه أوامر لتنفيذ الدوال كان لازم انت تبقى حافظ الدوال دي وتكتبها بإيدك داخل الخلايا فهنشوف الأول ازاي أبدأ أكتبها داخل الخلايا وهشوف كمان الأوامر المختلفة لتنفيذها تعالى مثلا ننفذ الدلة اللي اسمها سام هفترض ان انا في الخلايا اللي واقف عندها دي عايز اجمع المرتبات دي طبعا المرتبات بتبدأ من الخلية بي 5 دي أول مرتب والخلية الأخيرة بي 14 يبقى انا عايز اقول له جمع لي المرتبات من بي 5 إلى بي 14 او جمع لي الخلايا من بي 5 إلى بي 14 فحقف الخلايا اللي انا عايز اكتب فيها المجموع واليكن دي طبعا هستخدم بقى الدلة اللي اسمها سام هحول انجليزي بس الأول اتأكد ان الكتاب انجليزي وزي ما قلتلك بكتب يساوي وبعدين اسم الدلة سام ولاحظ كمان ان انا بمجرد ما بكتب اسم الدلة هو بيجيب لي أسماء الدوال اللي بتبدأ بالحروف اللي انا بكتبها دي يعني لو مسحت كده كتبت اس بس جايب لي كل الدوال اللي بتبدأ بالاس لو كتبت يو جاب لي كل الدوال اللي بتبدأ بالاس يو عشان يساعدني طبعا ممكن اهي من ضمن الدوال فيه سم ممكن اختارها على طول بس انا برضو هكمل كتابة هكمل كتابة سم وبعدين هفتح قوس زي ما اتفقنا وهكتب وبردو لو انا مش عارف بص هو كتب لك ايه جايب لك هنت كده بيقول لك ان انت السم دي بتكتب رنج الخلايا اللي انت عايز تجمعها فانا هكتب كده هقول له من بي خمسة الى الى يعني هضغط نقطتين فوق بعض كده بي اربعة عشر وحقفل القوس وهضغط انتر يبقى انا كده نفست الدلة بطريقة سهلة جدا لو قفت على الرقم تاني هتلاقي فعلا في شريط السيغ مكتوب الكلام ده والدلة سم ممكن يبقى ليها اكتر من معامل بمعنى انا همسح الدلة اللي انا عملتها من شوية دي عشان هكتبها من جديد عشان انافس حاجة تانية هفترض ان انا عايز اجمع المرتبات بس مش كل المرتبات عايز اجمع بس المرتبات من بي خمسة لبي تمانية وكمان اضافة الى كده اجمع من بي اتناشر لبي اربعتاشر يعني فيه شوية مرتبات في النص كده مش عايز اجمعها يعني ما هواش رنج متصل لا ده انا هجمع رنج ورنج اخر يبقى اذا انا هيبقى عندي معاملين المعاملين دول عبارة عن الرنجين بتوع الخلايا فحكتب كده يساوي سم وافتح قوس وهكتب الرنج الاول هقوله بي فايف نقطتين بي ات يبقى من بي خمسة لبي تمانية جمع طبعا هو اظل الهم لك عشان يبين لك اللي انت بتعمله مظبوط ولا لا هحط بقى سامي كولون زي ما اتفقنا او فصلة منقوطة عشان احط المعامل التاني المعامل التاني يبقى رنج تاني اخر من الخلايا وليكن مثلا من بي 11 لبي 14 فهكتب كده بي 11 نقطتين بي 14 ممكن كمان سامي كولون وعمل كمان رنج اخر لو انت عايز لاحظ ان الرنجين موجودين قدامي هو فاصلهم لي او كاتبهم لي بالوان علشان برضو انت تقدر تميز الكلام ده حقفل القوس واضغط انتر يبقى انا كده فعلا نفست الدلة طيب هكتب هنا انا دلوقتي كده اميز بس عشان ابقى اربقى القيم اللي موجودة قدامي دي ايه هكتب هنا ده اجمالي المرتبات طيب هفترض ان انا عايز اعمل حاجة تانية دلوقتي عشان نشوف دلة اخرى عايز هنا اكتب متوسط المرتبات يعني عايز اعرف متوسط المرتبات ازاي طبعا المتوسط او ده عبارة عن مجموع قيم على عددها فانا هاجي هنا برضو اكتبها كتميز طبعا اللي بكتبه النصوص دي مش حاجة مؤسرة ولكن بس عشان ابقى عارف ايه اللي موجود هقول هنا مثلا المتوسط المرتبات وحاجي بقى في الخانة اللي جنبها دي عايز هنا احط المتوسط المتوسط ممكن يجي عن طريق ده اللي اسمها افريج برضو هحاول انجليزي واكتب يساوي افريج بمجرد ما ابدأ اكتب زي ما انت شايف حتى لو انت مش حافظه هتلاقي اهيه كتب لك افريج ممكن تضغط عليها دابل كليك عشان هي تتكتب ويفتح لك القوس وتبدأ تكمل الرينج بتاع الخلايا بكتبه كمعامل يعني هقوله دلوقتي بي فور او بي فايف لغاية بي 14 وعلى فكرة ممكن بقى ما تكتبش ممكن اما تفتح القوس تطلع تقف عند المرتب الاول كده وتضغط مفتاح الماوس الشمال شايف هو كتب بي فايف وتنزل لتحت خالص هو بيكتب لك الرينج نيابة عنك تقفل بس انت القوس دلوقتي وتضغط انتر نبقى ايه ده الرقم ده عبارة عن متوسط المرتبات او الافريج بتاعها يعني مجموع المرتبات دي على عددهم طيب تعال نكمل بقى ونشوف الدوالة الاساسية الموجودة عندي فانا هكتب تمييزاتها كلها عشان ابدأ اعملها فهاجي هنا مثلا انا عايز اجيب اكبر مرتب هكتبه كتمييز كده عشان جنب الكلمة دي ابقى اكتب اكبر مرتب عايز كمان اصغر مرتب عايز كمان عدد العاملين حاشوف الكلام ده يتعامل ازاي بس خلي بالك ان دي اه الدوال الاساسية طيب يبقى فيه دلة المفروض هكتبه هنا عشان تجيبلي اكبر مرتب الدلة دي اسمها ماكس هحاول انجليزي واكتب يساوي ماكس ماكسمم يعني اكبر قيمة وحفتح قوس وبين القوسين هتديلو الرنج اللي هيدور خلاله على اكبر قيمة يعني هزلل من هنا كده لهنا وهقفل القوس واضغط انتر فعلا ده اكبر مرتب طب اصغر مرتب دي دلة اخرى اسمها من يساوي من وبين قوسين بديله رينج الخلايا فبرضه بدل مكتبها انا ممكن اظلل الرينج ده كده وهقفل القوس واضغط انتر يبقى ده اصغر مرتب طيب عدد العاملين طبعا هو عدد العاملين يعني انا عايز اقول له عدلي كم رقم موجود داخل الخلايا دي يعني انا لو عرفت بدلة معينة اعد عدد الخلايا او عدد الخلايا الرقمية اللي فيها ارقام داخل الرينج ده هو فعلا هيبقى عدد العاملين يعني لو جيت هنا في دلة اسمها count هقول يساوي count عد يعني وبين قوسين هتديله رينج الخلايا هظلل من هنا لهنا كده ووقفل القوس واضغط انتر هيديني العدد ايه العدد ده العدد ده عبارة عن عدد الخلايا اللي موجود فيها ارقام داخل الرينج ده يعني لو انا جيت هنا مثلا بتاع نجرب بقى لو جيت هنا ومسحت الرقم ده delete شوف الراجل ده ملوش مرتب يعني المفروض مش عامل فهتلاقي عدد اللي عاملين قال اذا هو ايه هو بيعد او count دي بتعد عدد القيم الرقمية لموجودة فرينج من الخلايا لو رجعت كتبت هنا اي رقم هتلاقي ان عدد العاملين اتغير وخلي بالك طبعا ان اي تغيير انت بتعمله لو غيرت مرتب معين بص بقى اللي هيحصل ده كده المفروض هيبقى اكبر مرتب فعلا بقى اكبر مرتب اجمال المرتبات اتغير متوسط المرتبات اصغر مرتب هنا الرقم ده طب لو انا كتبت رقم اصغر هنا هتلاقي ان اصغر مرتب فعلا اتغير هو دايما بيعمل التشيك على الرينج ده خلي بالك لو انت عندك عدد من العاملين 200-300 عامل هتلاقي ان الدوال دي فعلا بتسهلك كتير جدا وبتحسبلك حاجات وبتفيدك جدا جدا اثناء التعامل مع البرنامج طبعا الخمس دوال اللي احنا عملناهم دول دول اهم خمس دوال موجودين داخل البرنامج واشهارهم يعني وعشان كده هتلاقي في التوويب هوم في الاداة اللي اسمها auto sum دي لو اضغط على السهم اللي جنبها هيجيب لي اسماء الدوال الخمسة يعني انا ممكن انفزهم من هنا طب تعال نشوف ازاي انا هلغي المرتبات اللي انا عملتها دي كده هظللها واعمل delete وهقف على اجمال المرتبات اعمله باستخدام الاداة دي لو اضغطت هنا واخترت sum هو هيكتب لي sum ومفترض هو ان ال range اللي هيتعمله summation هو ال range اللي هم ظلله طبعا في خلية زيادة هو عملها لانه هو بيفترض دايما ان كل اللي فوقه يعمله انا ممكن اعدل ده يعني اظلل ال range ده اللي انا عايز اجمعه عشان يبقى بالزبط واضغط enter يبقى انا عملتها بطريقة سهلة بدون مكتب طب متوسط المرتبات انا واقف عند الخانة هو ممكن اعمل دلوقتي اقول له average هو افترض ان ال average هيبقى للخلية دي بس طبعا انا هغير ده انا بضغط على اسم الدلة وبعد كيه بظلل ال range اللي انا عايز اجيب المتوسط بتاعه هو ال range ده كده واضغط enter يبقى هو جاب لي متوسط المرتبات هنا طيب اكبر مرتب زي اقولت لك هاختار اسم الدلة واظلل من هنا كده اكبر مرتب يعني max واظلل ال range اللي انا عايز اجيب الاكبر قيمة داخله واضغط enter اصغر مرتب يعني من يبقى اختار هنا من واظلل ال range اللي انا عايز اجيب منه اصغر مرتب واضغط enter عدد العاملين يعني count اختار من هنا count numbers واظلل ال range اللي انا عايز اجيب ال count بتاعه واضغط enter انا عملتها بطريقة سهلة اسهل من اني اكتبها طبعا زي ما قلتلك هي دي الدوال الاساسية ولكن في دوال كتير جدا موجودة داخل البرنامج هنشوفها دلوقتي ولكن اهمهم على الاطلاق هي الدلة الشرطية if تعال نشوف ازاي استخدمها انا همسح دلوقتي الدرايب والصاف ده عشان وهفترض بقى ان الدريبة دي ما هياش ثابتة دي متغيرة حسب قيمة المرتب بمعنى هفترض ان الشخص ده لو مرتبه الف جنيه او اقل الدريبة هتبقى 20% انما لو زاد عن الف جنيه الدريبة هتبقى 30% مثلا خلاص يبقى اذا انا هنا مفروض اكتب معادلتين مش معادلة واحدة معادلة ب20% ومعادلة ب30% وخلي البرنامج هو يختار او يقارن هل المرتب فعلا اكبر من 1000 او اقل عشان يحدد النسبة في الحالة دي هستخدم الدلة الشرطية هكتب كده هقف في خانة الدريبة واكتب يساوي وبعدين اكتب اسم الدلة F F دي بفتح القوس وهي لها 3 معاملات اولهم او اول معامل الشرط ايه الشرط بتاعي هقوله لو بي 5 ده الشرط ان بي 5 تبقى 1000 او اقل يعني لو بي 5 اقل من او تساوي 1000 ده الشرط بتاعي لو بي 5 اقل من او تساوي 1000 احط بقى سامي كلن وابدأ اكتب المعامل الاول طب ايه اللي حيحصل لو بي 5 اقل من او يساوي 1000 يحسب الضريبة على انها 20% يعني هنا اقوله كده بي 5 اكتب بقى المعادلة بي 5 في 20% يعني انا كده بقوله لو الشرط ده تحقق نفذ المعادلة دي طب لو ما تحققش احط سامي كلن واكتب بقى المعادلة في حالة عدم تحقق شرط هكتب بي 5 في 30 في المية وقف القوص لاحظ بقى تاني يبقى انا كده بقوله لو بي 5 اللي هي فيها اول مرتب دي ما لها لو كانت اقل من او تساوي 1000 لشانا كتبت 100 هضطها تاني زيرو هي 1000 لو بي 5 اقل من او تساوي 1000 اذا نفذ المعادلة دي اللي هي بي 25 في 20% في حالة اذا كان مرتب اقل من او يساوي 1000 احسب الضريبة على انها 20% طب اذا كان مش اقل من 1000 لو كان اكتر يبقى في الحالة دي نفذ المعادلة دي يعني احسب الضريبة على انها 30% طيب اضغط enter كده واشوف حسب الضريبة طب دي كم دي 20% ليه لان المرتب اكبر اقل من او يساوي 1000 المرتب 1000 جنيه فحسب الضريبة على انها 20% طب لو انا غيرت المرتب ده خليته مثلا 1000 واحد حتى زودت واحد بص ايه اللي حصل بقى 30% لان المرتب زاد عن 1000 يبقى اذا هو بقى هيشوف المرتب اكبر من 1000 او اقل ويبدأ بناء على القيم دي يحسب الضريبة طبعا انا لو نسخت الميزة بقى لو نسخت دلوقت هو هيشوف كل مرتب من دول اكبر من او يسوي 1000 ويبدأ يحسب الضريبة وفقا للنسبة بتاعته يبقى ده استخدام مهم جدا من استخدامات الدلة الشرطية تعال نشوف مثال اخر على استخدام الدوال العامة والدلة الشرطية هفترض ان ده جدول طلاب مدرسة معينة دي اسماءهم ودي درجاتهم في اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات عايز بقى انا اجيب هنا مجموع الطالب كل طالب اجيب مجموعه عايز اجيب هنا حالته ناجح ولا راسب عايز هنا كمان متوسط المجموع واكبر مجموع واقل مجموع طيب المجموع يبقى هستخدم الدلة بشكل مباشر ممكن برضو اضغط هنا هقف انا عايز اجيب بتاعه هو الرينج ده وهضغط يبقى ده اول مجموع لو عايز اكرره يبقى اضغط هنا عشان يظلل لغاية الاخر يبقى انا كده جبت مجموع اه الطلاب كل طالب اه دي مجموعه طيب اه سيب الحالة دلوقتي دي الدلة الشرطية ولكن هاجي هنا متوسط المجميع بمنتهى البساطة هقول يعني هقف هنا واختار من الدلة دي وظلل الرينج انا عايز متوسط المجموع يبقى الرينج ده واضغط enter ده متوسط المجميع طب اكبر مجموع يبقى هاختار من هنا max وظلل الرينج ده واضغط enter اقل مجموع هاختار من وظلل الرينج ده واضغط enter اجي بقى هنا للحالة انا عايز في الخانة دي يكتب لي حالة الطالب الطالب ده ناجح او راصب يعني اكتب لي كده كلمة راصب او كلمة ناجح بناء على ايه بناء على مجموعه انا عندي المجموع من 500 فالمفروض اللي هيجيب اقل من 250 يبقى راصب اللي 250 او اكتر يبقى ناجح يبقى ايزا انا هستخدم الدلة الشرطية حقف الخانة دي واحول انجليزي اتأكد ان انا انجليزي واكتب يساوي اف وبعدين افتح قوس واكتب الشرط بتاعي اهم حاجة في الموضوع الشرط ايه الشرط ان اول مجموع فيهم ده اللي هو جي سري طبعا ممكن اضغط عليها مباشرة ان هو اكتبها لي بدل ما انا اكتبها بايدي يبقى لو جي سري مالها اقل من 250 ايه اللي يحصل المفروض كده الطالب ده يبقى راصب انا خلاص مدام خلص الشرط احط سامي كولون والمفروض ده هبدأ اكتب هنا بقى ايه اللي هيحصل في حالة لو الشرط تتحقق لو الشرط تتحقق يبقى راصب انا عايز اقول له اكتب لي جملة راصب عشان يكتب لي الجملة دي فلازم مدام جملة هتكتب او كلمة هتكتب هفتح double quotation كده على الحرف اللي عليه طه بالعربي مع shift هفتح واكتب الجملة اكتبها عربي او اكتبها انجليزي بس خلي بايك لو هتكتب عربي انت لغاية دلوقتي انجليزي يعني حتى ال quotation نفسها دي انت عملتها وانت انجليزي عشان احاول عربي هضغط alt shift وركز بقى هكتب راصب وبعدين اضغط alt shift تاني واقف يعني اذا ما بتحولش عربي الا وانت بتكتب عربي كل العلامات وكل وكل الباقي كله هايب انجليزي طيب انا كده لغاية دلوقتي قلت له لو الشرط ده تحقق لو الطالب ده كان مجموع اقل من 250 اكتب راصب طيب خلاص اعمل سمي كونون عشان احط بقى المعامل التالت اللي هو هيتنفس في حالة عدم تحقق الشرط ايه اللي هيحصل عايزوا يكتب لي كلمة ناجح فيبقى هحط double quotation وانا انجليزي ها وبعدين اعمل alt shift عشان احاول عربي واكتب ناجح وبعدين احاول انجليزي واحط ال quotation وهقفل القوس واضغط enter بساقبل ما اضغط enter نراجع كده يبقى لو G3 اقل من 250 طبعا G3 دي الخانة اللي فيها اول مجموع لو المجموع اقل من 250 يبقى راصب ما كانش يبقى ناجح اضغط enter طبعا الطالب ده ناجح انما هكرر بقى ده يعني هضغط هنا double click هيبدأ هو اللي ناجح يكتب لي جنبه ناجح واللي راصب هو هيكتشف مجموع واقل من 250 يكتب لي على طول راصب وخلي بالك اي تحول هو هيحول القيم يعني لو الطالب الاول ده خليته راصب يعني العربي 20 الانجليزي مثلا 30 الرياضيات 40 شوف هو بمجرد ما هيكتشف انه راصب هيكتب لي على طول راصب بدل ناجح طيب عايز اضيف دلوقتي 3 دوال اخرى الى ورقة العمل واحدة لعدد الطلاب عشان يديني اجمالي عدد الطلاب اللي موجودين عندي في الفصل وحصعبها على نفسي شوية ححط هنا دلة لعدد النجاحين او عايز اعرف من هنا عدد النجاحين وكمان عدد الراصبين اجمالي عدد الطلاب دي سهلة جدا بالدلة لسماء count اللي احنا عملناها قبل كده هعد اي عمود فيه ارقام عشان يجيب لي عدد الارقام وبالتالي عدد الارقام اللي هو عدد الطلاب يعني حقف هنا واختار count numbers وبعدين اظل البقى اي خانة فيها ارقام وليكن خانة المجموع مثلا واضغط enter عدلي في الرنج اللي انا حددته ده كم خانة فيها ارقام يعني كم واحد جايب مجموع وبالتالي كم واحد في الفصل كله عموما اللي هم عشرة اما بالنسبة لاجمالي عدد النجاحين فدي اكيد دلة اخرى طيب هقف هنا كده وهبدأ اكتب انا لاحظت وانا بكتب الدلة اللي اسمها count هكتب كده يساوي count لاحظت ان فيه دلة اسمها count if count if يعني شرط يبقى اكيد هيعد بناء على شرط طب لو وقفت عليها كده وقريت الهنت اللي هو جايبها لي بيشرح لي الدلة بيقول لي count the number of cells within arrange that meet the given condition يعني دي بتعد ولكن معاها condition او معاها شرط يبقى هتعد بناء على شرط يبقى اكيد هي دي اللي انا عايزها هضغط عليها double click هيفتح لي قوس وهيقول لي كمان ان الدلة دي فيها ايه اللي هيتكتب او ايه المعاملات بتاعتها بيقول لي ان فيها معاملين المعامل الاول arrange اللي هيتعد فيه ثم criteria او الشرط اللي داخل الرنج ده يبقى انا هعمل ايه دلوقتي احدد الرنج اللي هو الخاص بالحالة ده انا عايز اقول له عدلي كام كلمة ناجح موجودة في الرنج ده لان انا عايز اجيب اجمالي عدد النجاحين يبقى انا حددت الرنج خلاص ده اول معامل اعمل semi colon وايه بقى الشرط فيه كلمة ناجح يبقى هكتب كلمة ناجح بس مادم كلمة زي ما اتفقنا يبقى لازم افتح double quotation وانا انجليزي وبعدين احول عربي واكتب ناجح وبعدين احول انجليزي واقفل double quotation واقفل كمان القوس يبقى كيها معناها عدلي في الرنج ده كام كلمة ناجح مكتوبة لو ضغطت دلوقتي enter هيقول لي خمسة فعلا اجمالي عدد النجاحين ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ناجحين نفس الكلام هعمله مع عدد الراصبين هحول انجليزي واكتب يساوي count if طبعا ممكن اضغط عليها double click ايه على طول الرنج بتاعي اللي هو ده وهعمل semi colon وافتح double quotation وبعدين البقى ناجح هكتب راصب احول عربي واكتب راصب وبعدين احول انجليزي واقفل الكوتشن واقفل القوس واضغط enter يبقى عدد النجاحين خمسة وعدد الراصبين خمسة واجمالي عدد الطلاب عشرة طبعا كل ده بقى حيتغير لو انت غيرت في القيم دي يعني لو في واحد ناجح من دول انا هخليه راصب مثلا كده ده هخليه عشرة عشرة بقى راصب اهو هتلاقي فعلا كتاب لي هنا كلمة راصب هتلاقي عدد النجاحين اتغير عدد الراصبين اتغير الاجمالي زي ما هو اه ممكن كمان القيم دي متوسط المجموع واجبر مجموع كل حاجة بتتغير لان انا كل الورقة دلوقتي معتمدة على مجموعة من الدوال والمعادلات يبقى احنا تعرفنا على جميع الدوال الاساسية اللي موجودة في البرنامج ولكن في مئات الدوال اللي ما يكون الاف يعني موجودين داخل الاكسل لو انت حبيت تتعرف بقى على الدوال دي هتضغط على التبويب فورميلاز هيظهر لك هنا الدوال كلها طبعا منهم الاوتوصام دي الدوال الاساسية اللي احنا تعرفنا عليها هتلاقي هنا فيه كمان اختيار اسمه recently used دي اخر مجموعة دوال تم التعامل معاها فيه الدوال المالية فيه الدوال المنطقية فيه دوال التعامل مع النصوص دوال التعامل مع التاريخ والوقت دوال البحث الدوال الرياضية بالاضافة كمان الى more functions مجموعة اخرى من الدوال دوال الاحصائية والدوال الهندسية ودوال المكعب ودوال المعلومات كتير جدا مجموعة جبيرة من الدوال موجودة طبعا فيه كتاب على فكرة متخصص المركز المصري عامله بيشرح الدوال بشكل عام بس انا من صحكش ان انت تحتاجه يعني لان هو اصلا يعني ترجمة للكلام ده مش اكتر مجرد بيشرح لك كل دلة ايه المعلومات اللي فيها وايه ازاي استخدامها وده سهل جدا انت ممكن تجيبه من هنا يعني لو انا وقفت على دلة معينة مثلا اي حاجة ووقفت على دلة منهم هتلاقيه كتب لك اهو الدلة دي ايه المعاملات اللي فيها المعاملين دول وشرح لك كمان الدلة دي بتعمل ايه لو انت عرفت تقرأ هتقدر تتعرف على الدلة دي بمعاملاتها وبتعمل ايه وكمان ممكن اقول له قول لي اكتر هيجيب لي والهلب ده ممكن يعرض لي فيه مثال على الدلة وازاي استخدامها لو قفلت كمان انت لو مثبت حزمة اللغة العربية اه عندك طبعا ممكن ترجع لكتاب والاستوانة التعليمية تعرف ازاي بقى تثبت وتحول الوجه العربي فممكن دلوقتي تعالي نشوف لو حولت الوجه العربي اه ازاي اه اخلي الشرح ده يبقى بالعربي من فايل هاختار options ومن options هاختار من هنا language طبعا لاني مسبت حزمة اللغة العربية فنقدر دلوقتي احاول الوجه العربي ممكن اختار من هنا display language اختار العربي واطلع بالسهل من الفوق عشان اخليها تبقى فوق واضغط اوكي بيقول لي لازم تعمل restart للإكسل علشان الوجه تبقى عربي فانا هاضغط اوكي وبعدين ممكن اعمل save للفايل ده لو انا مش مسايفه save لو قفلت دلوقتي الإكسل ورجعت اشغاله مرة اخرى لو شغلت الإكسل دلوقتي المفروض انه هيتحول باللغة العربية كده بقى عربي طبعا كل ده لاني مسبت language back لو مش مسابت language back فمش هتلاقي الكلام ده دلوقتي ان انا لو رحت صيغ اللي هي حتلاقي ان الدوال دلوقتي بقت بالعربي الدوال المالية مثلا لو وقفت عليها اي ده اللي حقف عليها هتلاقي شرح لي دي بتعمل ايه ارجع الفايل ده المستحقة عن مش عارف ايه ودي الارجومنتس بتاعتها اللي ممكن استخدمها اي ده اللي توقف عليها هيجيب لك شرح ليها ولو ضغطت كمان معلومات اضافية هيجيب لي الشرح الهلب باللغة العربية علشان انا اتعلم من خلال الشرح ده اكتر عن الدوال دي وطبعا مش كل الناس تستخدم كل الدوال دي يعني اللي مش محاسب مالوش دعو بالدوال المالية الرياضيات وحساب المثلسات اللي مش مهندس مالوش علاقة بالكلام ده يبقى كل واحد ممكن يدور على الدوال اللي تناسب بطبيعة عمله ولكن زي ما قلتلك احنا تعرفنا على الدوال الاساسية هرجع ده انجليزي تاني عشان ارجع انجليزي هختار ملف ومنها خيارات ثم اللغة ومن اللغة هنا هختار الانجليزية واطلع فوق علشان هي تبقى اللغة الاساسية موافق وبعدين موافق بيقول لي لازم برضو تقفل الاكسيل وتشغاله مرة تانية هقفل وهرجع اشغل الاكسيل تاني علشان يرجع لي باللغة الانجليزية طبعا ما فيه شك ان الاوامر الانجليزية اسهل في التعامل بكتير جدا وخصوصا انها مسترحة بسيطة اما اذا احتجت زي المثال ده ان انا اتعرف على هلب او حاجة ممكن احول عربي وطبعا انت ممكن اصلا تحول الهلب بس برضو الكلام ده مشروح بالتفصيل في المايكروسوفت وورد تقدر تتعرف على ازاي التحويل من عربي الانجليزي المهم ان احنا تعرفنا من خلال الدرس ده بشكل شبه تفصيلي على الدوال الاساسية اللي مستخدمة بقصرة داخل البرنامج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة